اشتركوا في القناة 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 هاته. هاته البوكسر. البوكسر مش البوكس. البوكسر اللي هو الشرط التحتاري ده. ايوه. جدع 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 قوي. طيب اه فضر الله حضراكو عشان لسه الميدام هتلبس جوري بوكس. وانا جايز. فضر. فضر. يلزنا فلس? اه تمام تمام. فسعل باشي. فضر. فضر. انا شغير سليم. شغلنا في البندي سليم. وقد قررنا نحن نيابة الاموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره امينا عليه. واي تبديد لأي شيء مما ذكرى في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يابي انا مش شايف اي مبرد للي بيعملوا البنك معايا. انا اكبر عميل لبنك الامان. القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوائل. اتعسرت في 16 قرد التانيين. حصل ايه فيه ايه. ولا حاج ولا حاج. وديكوا تحفص على القصر. يعني ضمنتوا حقكم. فيه بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاد الباشا مصانع هنداوي وشركاته نار على عالم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في ميروت مسلا. في لبنان. بيدوا قروض الستات عشان يعملوا عمليات تجميل. اه. اللي عايزة تتكبر حاجة. اللي عايزة تتتتصغر حاجة. اه اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمنات. اعمل ايه. ما هي قصتها لما 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 حتكبر وخبال حضرتك وتشد وتصغر وتطول وتأثر. حتبقى مضمونة مية في المية. حتسدد البنك على طول. يا فنم احنا كل اللي طلبين ومهلة كم شهر. وهنزدد على طول. اه من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير أي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقران. اه لا 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 احنا لدينا الحقيقة احنا لدينا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصل. ده اول واكبر مصنع للصناعات السقيلة في مصر والشرق الاوسط كل. يا مبراهيم. ام محمد معاكي. موجودة يا بيه. افتعل بيباة. انتو كل البروزاكشن منجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد الهنداوي هو اللي عامل اللبنة الاساسية في البنية التحتية بتاعة مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. اه ملخص النهارده اصل نص يوم. يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني. الشوات شغل كده يلا يلا. ايوا الشوات شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حديدك يا بتاعي. الصلاة النبي. شوف النار طالعة زي. شوف النار. ايوا. بس 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 بس. يا حني. اه كم حديدة كده من نار بتاعتهم. اه. اه. التلفون في حيثة مبلولة. وباكيج من بتاعنا. وهي وصلوا اللي بيوت السادة المحترمين عشان الاولاد يحب يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاعنا. حضر عجزة. اه. ده بقى يا باشا. ده صل. من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره البلجيكا. ده خشب يا باشا. اه. ده خشب يا باشا. اه خشب اه. ما هو الخشب ما هو ده بيبقى خشب اه على الصلب بتاع بلجيكا. لان فيه مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري. من اه. حيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض. للبحر المتوسط. للبحر الاحمر. للبحر الاسود. للبحر الميت. وبعدين ينزل بقى يعدي بحارة التبرية. وينزل من تحت قناة السويس. ويخترق الصحراء الغربية. لغاية ما يوصل لغاية حدود تشاد. ومن حدود تشاد لرأس الربيع الصالح. هيلقوا هناك موقف عرضيات. اللي عايزة الكباقي يروح اي حياتة يروح هناك. مشروح مصنع دلوقتي عشان ننتج معاسي الكيوي. لأن يتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم. ندخل. انا بقول بلاش انا عشان دخان عشان سيد راح اترضك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء جانب. اسوم الخرمونجية. دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل الدماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجة بس الدخان كله السحب. يا حلمي. اه. علمة بتاعتنا من الانتاج الجديد. مليانة كيوي. مليانة كيوي. تروح للاولاد في البيت عند الباشن. تجي سورة يا فاند. تجي سورة. بسرعة. عندنا. اولاد بي. اولا الحاضطة هيجبهم قوي. ده مشروع هندوي اللي اختاروا الحيوانية. ده اول واكبر مشروع اللي اختاروا الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير. ده عشان الناس اتلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. اي يا خلمي. متطلق معزة صغيرة. ها. تحطها باكيج ويروح للاولاد عبدالباشا في البيت. ها. اولاد مين اولاد مين. والبطة هات بطة قسمها وتوديها للاخوة في البيت. ها. قطع البطة كده حيطة حيدة بس حيدة تكون كويسة وتوديها للباشوات في البيت. يلا ديت اوه من هنا. مين دولة يا بوكسة. مش حاجة. احنا الغفر متحسلمان بيه سحب الأرض. هات المازة يا حلمي. في ايه. في ايه. قمنا. اه mechanics characters. انا مش حاجة. ما قمjuk قمنا بالدفع ده ده ده. كان السديد.iversة محضرت بيه. ايه يا عسل الحديد. انت سعيدة مين. ما زيها حلمي. ايه يا أستي حمدي حاليتوا معاملة ايه تقول بيتدلقوا يا باشا مش هوك كسور على تربانة على كام جزع على كام خلع دي احنا بيجلني حالات خلصانة وعملت لهم ايه عملت لهم شاي شاي اه عملتها اشعة نعم اشعة اللي هي ايه يا باشا لا ما تشغلش بالك مشغلش بالك يا باشا لا عايزك يعني شد حيلة كده وتتغلدين كده يعني التكبير يعني عايزين دي بقى تبقى كله بقى كده عايزين تبقى كله ان شاء الله اهلا اهلا مال لا حول استشف كلها شهد العلاق بالله طالب اخير يا باشا طالب اخير اخير عايز ايه شوف ولك شوف اي Con اشوف ولادي اشوف ولادي لا استني استني ايه عايز مراتك عايز مين عايز مراتك مراتك حتحملكم مراتك دلوقت ده التمنى ينبس يبتني، إنت في الحال، ردك إيه؟ رفضوا يعيدوا الجدول، الإدارة الجديدة متربسة قوي هو في إيه؟ هي البقرة المطوع بتكترسكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وحيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزيننا نسيب لهم البلد وليه مش يعني؟ وزعلالين من اللي بيهرموا تعصرنا شوية، إيه يعني؟ الدول النفسة بتتعصر؟ موسيقى مهلا موسم بيه، نظام باشا في انتظار ساعتك موسيقى يا شوكري باشا، السفيد الأمريكي عنده بوه أول ما يخلص ساعتك هتفرش على طول هو بتعصر آخر، هو مينة كمينة؟ السفيد الأمريكي، مالو؟ لا ما فيش مانك الأمان قاله بأصله معاك، بحب يعمل لك شوية شوشرة ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشدة وانت تجاهلي عشان نرخي الشدة دي شوية، مزبوط؟ نظام بيه عبدالدايم طول عمره مزبوط قول لي بقى عباش شريكي يا ابن سادتك أخباره إيه؟ تمام، تمام ده حتى هنا من الصبح إيه، أهو شرف يا سيدي أهلاً بوبو الشريكي وحبيبي إزايك يا حبيبي، إزايك؟ إزايك بوبة، إزايك أخونا، إزايك؟ إزايك يا حبيبي، انت ما في الجنيش الشركة ليه؟ سيدنا ما أقول لواحد يا راجل هو بقى في سنة إيه؟ بقى في سنة ثانية ابتداء يا سيدي ما شاء الله، ما شاء الله، يعني نجح في سنة أول الودة لازل تبخروه أعد، أعد يا عباسة، بل ما خلص مع عمك محسن أيوة باشا دي ملاهي حمداء يا باشا وزي ما سيادتك عارف، دي أول وأكبر مدينة ملاهي في الشرخ الأصل دي متكلفة فوق الأربعين مليون جنيه رأى يقفروها إيه دا، ملاهي؟ أنا عايزة روح ملاهي دا ثلاثة بالله العظيمة هراجعة من بكرة هتبقى ملاهي بوبوس أيوة، أيوة يا باشن بيه، بس مش معاولة يعني هتدي الولد هدية مدينة ملاهي يا عمي خلي الغال تلعب دي ضربة معلمة وحسن باشا دي معجزة، بشرفي أنت ساحن، إيه اللي حصل دا؟ لحجة البان كده هيارة خالص دي أبي لسه قافل معايا جادروننا القرد ويزودوننا المدر عشان تعرف أنت بتشتعل مع مين يا متر؟ سيادتك لغزك دينك قوي يا محسن باشا نفسي أعرف أحب بوبوس دعم؟ بوبوس دي مزارية اقتصادية دي دا؟ دي نزارية بوبوس لجدولة الديون المتعسرة وتوفيق الأوضاع دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية مية المية على فكرة باشا أنا كده متفائل قوي متفائل بيه؟ إحنا لنا فلوس برا كتير قوي لو لمنا نصها حنسدد كل اللي علينا وزيانة كمان أهم؟ دول كبار رجال أعمال في البلد اللي لنا عدوا 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريحهم شغالة وعايشين ملوك روح خد في لووسك بينهم، أنت أحاق بيها دلوقتي مين الأولاني دا؟ دا كريم ساروت لينا كام؟ خانسة 40 مليون أنا لساني أتلوع معاك غلوبت أقولك ما تتعاملش مع البنوك المصرية دي دولة ناس مالهمش في البزنس ولا يعرفوا أي حاجة في البزنس من أساسه وقلتلك كمان حط فلوسك في بانك منهاتن دولة ناس كوريكت بيس وبركتيكل عايش جدول، يا جدول يقولك بمنتهى السهولة اللي في الدنيا أي بزنس من مع بانك منهاتن حاسس نفسه safe and secure نصيب بقى ساروت الـ $45 مليون دولار بتوعك حكتابلك بهم شيكة على البانك مالحاتن آسف جداً نسيتم متشكرا يا ساروت مالحافي المالحافي ثاروت المالحافي ثاروت إيه الصوت ده؟ دا صوت مراطي یا.. مرادك بتوير ملا حاجة ثاروت يا ساروت بدنا التحرب خسرنا كل حاجة بنك مالحاد تفلس وفلوسك كلها راحت يا راست يا راست طبا صروت أجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها يا عم جيد عم جيد على فين يا باشا ايه على فين يا باشا على فيلا هاشم السلح دار اللي في الزمالك عارفها هو في حد ما عرفش هاشم بيسلح دار يا باشا عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها بره وجوه على اللي بس نعرف ناخده الفلوس بتاع عشان اللي عنده ربنا يسمع منك عشان عشان بي موجود ايه فاند قوله محسن هنده فاند حافلتك فاند من طاعت ما فيصل الفلوس وفي البورسة فاند تشتري محدودة فاند بمثاب سبتك ايه اه عشان قوله يا عشان فاند فاند Gece وقُد فاند غير ırd لا تحves تحves ايه 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 tank ايه 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 رحت له. عنده زهايمر. اول ما شافني. قال لي زكا فاطمة. افتكى النمه. طب بس. بس بس. عطايا بوسريع. مين عطايا بوسريع? عطايا بوسريع بتاع الادوات الصحية. او ده بقى لينا عنده كاشي عدي السبع مليون. ده غير حصتنا في الفيلا. اللي كنتو خلتوها مع بعض. ايو ايو ايو. احنا لينا فيها النص والفيلا دي تعد دلوقتي لاربعين مليون. يا حبيبي هاشل. هاشل مين؟ انا بكلمك عن عطايا بوسريع. اه. موها شيري. مباز حبيت جاسي. نبلور با. نفت با كمسا شيري. جسوي مالغة. سنفرية. سنفرية شيري. مرسي اوي. تفضل. كل يومي عدي علي اصعب من اللقاب. من يوم ما دفنته حسيت ان انا دفنته معاني. بعد الشر عليك يا موهجة. مش ما اقولها تبدل اتعاطي عليه بقيت عمرك. تفحس شبابك. وقالف رجل بقى يتمنوكي. بس تعرف يا عطايا اللي يرحمه. كان واطي. واطي اوي. ما سابش واحدة من اصحابي دول محاولش معاها. كتير اوي كنت اقفش وبيلعب في مناخيره. اقول له بتعمل اي عطايا. يقول لي باتسلم. وكتير اوي اوي كان بيطلع له دمامي. يعد يفعص فيهم يفعص فيهم. لما تتفعص يحط اسبعه في بقى. ويعمل صوت بشع وهو بيأكل كنت برجع. لكن انا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. حفظ المخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى. يلي فريمان جنتي. ده الحزوق. مات مادري. حم. الحمد لله. راجي يا هاني مكشري؟ سيل بوبلي راقفة. كابوتشينو سان سكر. مهجة يا هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المجل الاسود بتاعي عشان انا حزينة. ربنا اجعل اخر الحزان اوكي؟ ماشي. على فكرة. لطفي الماز بقى. هلكني هيموت عليكي كل يوم مواجه مواجه مواجه. بليس بقى. حيني عليه شوية. مايصحيش ده كان صاحب جوزي. الله ودايمنا. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميته وما تجيرنه مئة مليون جنيه. والراجل مجرانتياز بتاحته ما فتحش بقه لغاية دلوقتي. وعلى فكرة جايب للكوليديا ما يجنن يجنن سينيه بالدغي. تعرفي؟ انا ظلامت اللطفي معايا. ياريت تبلغين انا بكنله كل احتراف. شكراف. ايه مني تدعملو دي يا حيوان? دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكازة. الشيب ده بسرعة بسرعة حضرتك. قولولو ده نظرت بسعات بحلاك. ورزعان ومرت دل عينيك من زينة على حالو كل اللي. ما جاتش راح فين يا رجل؟ خلاص بقى ماشي بقولك ايه؟ على بل ما اضطرها الستات دول انا حاصل لغاية لوت فيه وعلى بل ما اجيه وبقى تقلح الفصان ريسويت ده فهموا لا اردوار يا جماعة فرصة سعيدة ان شفتكم باي روح باي باي اشتركوا في القناة أنا مهجة النشر حرم المرحوم عطي أبو سري لا حوله على قواته أعطيه مات بيقى في حياتك يا مدام بيجعلها أخرج الحزان أنا محسن هنداوي صديق المرحوم بيسي قوي محسن بيقى على حضورك لا علي شد حيلك آه إحنا كده آه الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان آه والله لا 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 إجمادي مال إجمادي مدام إجمادي كده آه آه لازم تجمادي آه أنا جميت خلاص مستي آه ما تجماديش أوي كده يعني هو كن لغت كده بس الله أرحمك عطيه والله والله ما أعرف ألا دلوقتي ما كنتش يقوله وبالي يا طاطا أي والله كان يحب كلمة طاطا دي أوه بدلعه أطاطا أخبارك يا طاطا وهو با يقول يا ميحة لان أنا محسن ولزاك يا محسن محسن وطاطا كان حتى في الشالة معروفين المحسن جيت طاطا راح طاطا جيت 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 يا حبيب أهاشم أهوة 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 بي بي رسع محسن بي هنداوي سيادتك أنا اسم رقفة شغال هنا أنا من أشد المعجبين بسيادتك سيادتك تعتبر مسأل أعلى لكل الشباب أنا سرفيس على سيادتك من عشر سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقة بمية جنيه ومضيتلي عليها أنا محتفظ بيها لغاية دلوقتي للذكرة تبقى رفض هتلاقينا بقى جنب البير أشواء الترمس على أشواء السوداني سوكنين على أشواء الكاشو عشان دي الظهر إنها ليلة حلوة ليلة حلوة قوي عناية يا باشي وأنا كان عندي عازي من عطيها أنا كنت بحبها عطيها قوي إزاك دلوقتي يا مده مش كويسة الحمد لله أحسن مرسي قوي لا 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 أنا عازك تبقي مؤمنة كده لازم تكوني مؤمنة مرسي لا 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 أنت بتعذبيني كده انت بتعذبيني عازك كده تبقوا مؤمنة و ها بس بس حبيب بس يا حبيب يا عشي مش هببرة يا باشا يا باهنا إزاي تعمل كده يا حيوان دي رفع زا ده محسن بيه مداوي صاحب أول وأكبر كل حاجة سيادتك امشي هو كان فيه زعطيان كان جدعا والصاحب صاحبه اه والله عمره ما كان مليم على حد صاحب عشان كده ليلته زي الفل فل لسه مقابل من أسبوع في الجيم كان طاير من على الأرض طير اه والله زي الفراشة كان خفيف الله أرحمه بتقول قابلته إمتى من أسبوع قابلت مين يا طي الله أرحمه أولا أنا دخلت عز غلط بقى أنت قابلته من أسبوع يعني أسبوع عشان طيام كان قال لا يرحمه السنوية بتاعته النهاردة ميت من سنة ميت من سنة ميت من سنة ومالكنبيج الجيمي الزاي وهو ميت وانتوا قاعدين بتعملوا ايه انت مين وعايز ايه هقولك بس ما صاحش كده قدام الناس دول أصحابي الأنتيم ما بخبيش عنهم حاجة لا أصدام موضوع عائلي لازم لتكلم فيها على انفراد أوكي يا مهجة إحنا هنمشي بقى يا روح أروفار أروفار يا روحي أروفار مع السلامة مع السلامة مع السلامة بنت حلالة لدي بقى يا رابي مارسي بانوية بانوية رافق عناية باسة هلكني بقى الزازة تانية عشان الشكل قاعدة كده هتطول شوية ها؟ عناية باسة قلنا به يا باشا سيدتك يعني ممكن قبل ما تمشي أخد معاك صورة أوي أجب الموبايل من جون أوي لا أخرب عقل يا كطاطا سنة ميت وجيه للجام هاهاهاي الله غيره هاهاها نعم عاوزين تعال يا ودي جنبية كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود انا بقى في المود خد يبقى الشاب الكوبادي عشان بقى احنا الاتنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض مش تفحى الزفت داخل انا داخل عايز ايه؟ شويت بقى باشا باسترمى على شوية جبنة على شوية لان شون يستهلوا بقى كباشا مفيش الزتون اي مخليلها كده على مزاجك؟ يا سلامة باشا حلميت الزتون تكون عندك حالا ماتجبش حاجة يا زفت اطلب لك البوريس ولا هتتكلم؟ بقى انا مش عارف اتكلم انت عصبية كده تعالي عودي عودي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض انا محسن هندوي صاحب هندوي جروب اول واكبر مبموعة اقتصادية في الشرق الاوسط شوية زتون بقى باشا يستهلوا بقى لمونة مع اصفارة بقى كده على مزاجك اه؟ يا سلامة باشا كبري اللمون ماتجبش حاجة يا زفت الوضع جدعون اخيرا مهجة وفقت علي ياه انا مش مزدع نفسي انا مقلتش انها وفقت يا لطفي لكن يعني بالغيزة بتاعتي الانسوية وباعتباري ست بافهم اقدر اقولك ان المهجة بتموت فيك ازاي؟ مهجة انسانة مش عادية يعني ست زيها اللي تقتلع نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جزها وترفض كل المغريات ده بقى اكيد معجزة هو ده بقى اللي مخليني مش عايز افرط فيها اوكي يا محسن بيه صدقني انا اول مرة اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلة وعلى كل ان سيب لي نمر تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتسل بيك اه طب والفلوس فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكش فكرة عنهم مش حضرتك ماضي على الشكلات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر بس ديني اسبوع عشر تيام احضر لك المابلة طايف قد احنا قاعدين هنا اسبوع ولا عشر تيام لحد ما تجهزي نفسك تقعد فين؟ انت تجننت بقى ولا ايه؟ انت مش ربيعي؟ ولا تشتمل ايه طايف؟ انت بقى اللي مجنونة وقالت الادب لا احترم نفسك وعرف انت بتكلم مين انا اللي غلطانة ان انا تنزلت وقعدت مع واحد زايا الظاهر بقى انك انت ولية لبط ومش هجيبها البر ولية؟ زعلتك ولية قوي؟ واللبط مش زعلتكش؟ ما قلتلك حديك فلوسك اصبر عليها شوي اصبر 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 وفي حد بي اصبر النهاردة؟ شبع ان انا يا اصبر لا الحكومة عايزة تصبر ولا البلوك عايزة تصبر شبع ان انا يا الله اصبر اقولنا بس عدت الباشا الصورة اللي انت وعدتني بيها الموبايل بتاع حضرتك يا استاذا موجي اعني صورينا عشان انا الموبايل بتاع ما فهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث ها؟ يلا ابتسم بقى باشا ابتسم امش انجر من هنا انجر ايه في الباب ارافض مش عايزين فضايحة صح باشا طول ما بابنا مقفول علينا حشي دعو بينا مش كده اه سيب الزفت المفتوح وانت ان شاء الله جايلي على بيات ولا ايه بقى اديني فلوسي وانا مشي مش عطي الله يرحمه ده مش كان صاحبك اعمل له اعتبار ده كان صاحب ولا نيل ده كان حرامي وكنا واخدين اللي بيجى الشركة عشان نجيب فيه نسوان ولا كان فيه تاتا ولا ميحاول لحد اتجع ونبحا ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبين انت طلعتلي منين بس انت اللي مش عايز تراه ان انا ست وعيشة لوحدها وارمالة ارمالة اه ارمالة يا عيني اوه ارمالة ولبسها فسانة سود الفسان قصاية ونجليكة طلعة ازاي البنور وانتوا كده الرجالة تموت تحلاو وترامرموا بعد كده اه انت بني ادم قليل الادم انا برضو بني ادم برضو هي بني ادم دي اللي دايقتك قوي وقليل الادم ما دايقتكش طب يديني فلوس وانا حاملت طب وديني من المتزاك اي حاجة اي رأيك بقى وحتخرج من هنا ورجلك فقر قابل اه 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 هوريك الوش التين يلا اطلع برا انا عاك في بيتي انا ليه انقص البيت ده ما ناكش حاجة انت بتترمي يا حيوان لا عيشت ولا كنت اه 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 شوية ورق عمك بالعكاة وبقى باش هيستهلوا لطفي 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 استنى يا لطفي لطفي أكيد فاهم غلط لا 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 انت أشيل من هنا وأنا أشيل من هنا حاضرة باشا لا استنى عشان ده بالوة هنا في بالوة تعاشين من هنا وأنا أشيل من هنا وأنا أشيل من عند الراس بس اسمع لا استنى استنى ما عاكش كوريك كوريك؟ أجاب لك ساتة كلها طب اسمع اسمع أنا أشيل من عند الوراك وأنت تشيل من عند الراس ماشى 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 استنى بس طب اسمع ما تيجي نشيل بقى من الجناحاتها حسن من جناحتها؟ رب خليك ماشى رب إني خليك وأنا وأنا بعزم عليك على الأكل حاضرة باشا يلا حبيبي الولاية دي مجنونة يا رقفة اهيوة باشا وبتاخد مهزئات مهزئات؟ اهيوة باشا سيادتك يعني بتقع تهزق فينا على الفضي وعالمليانة هو إيه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجة بقول لها أنا ليه نص البيت دي راح يتوقع من طولها أنا باشا مش مصدق نفسي نبتكلم مع السادة أنا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وإنت بتحكي عن قص الكفاحك وإزاي بدأت من الصفر وصيرت بقية أهم رجل أعمال في مصر بصة بصة رابس يا باشا أهم حاجة في رجل أعمال إنه لما يقع يقدر يقف على نجلي تاني مهم جدا يا سلام عانك إنت أخويا عانك إنت اهيوة عارف رجل أعمال لما انكله فرصة لازم يتبت فيها يمسك فيها بقى ما سبهاش ما سبهاش أبدا يا سلام اه اه خلق لشيك خلق بص احنا رجع كل حاجة مترحة ها؟ بحد يقول لك حاجة ولا ما كل حاجة ترجع زي ما تكاين لحد يقول لك انت مالك عملته ها؟ طيب طيب كل حاجة تنظمت لها طيب طيب هنسابها كده تنامت بالفسان مش لابسها مش نوم ولا حاجة عشان متهالي بداشة باشا بداش؟ نعم متهالي بداشة طيب 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 ما اللبسها مش نوم ما يصحش على العهد ديك ولا حاجة؟ ده هي بتحب تنام كده باشا؟ حب تنام كده باشا؟ ها؟ طيب 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 ما قولها مهجة تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة أني مفيش أي رجل في حياتها وانا ظل عبيت لهبة لو أخد لها ورد ودخل عليها لقيها بنت لا أرجوك ما تقولهاشي بليز ما تخليش الشك يدخل جواك شك؟ شك إيه يا مادام؟ ده احنا الاتنين دخلنا عليهم ولقناهم مقطعين بعضه ما تقولهاشي بليز يا لطفي ما تقولهاشي تهي تحت وهو فوق يا هانم هي تحت وهو فوق دي قوضة المرحومة باشا بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي نم في القوضة دي لوحده عز بقى باشا أنا نفسي أتجوز مخصوصة باشا عشان أنام في قوضة وامراتك نم في قوضة تانية خالص تعرف يا رافض أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في قوضة وامراتك تنام في قوضة تانية خالص إيه إلا ما أنت ليها دا رقفة ما تجوزتش لوحد دلوقتي قارين فتحة من تسع سنينة باشا تسع سنين ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة جوازة أصلا متعصرة شوية الله انت كمان متعصر الدولة مش عايزانا نتجوزة باشا ليه؟ انت خطبة من حركة كفاية؟ لما تبقى شقة تعبانة قوضة وصالة بتمانين ألف جنيه تبقى الدولة مش عايزة لما الفرح المعافن يخشله في عشر تلاف جنيه يبقى الدولة مش عايزة أباشا لما المرتب يخلص بعد أسبوع من الشهر وبقيت الشهر إن أكل عيش حاف دلولة إناء يبقى الدولة مش عايزة يا باشا يعني أبوهم معهم وافقين؟ طايرين بي يا باشا والبت بتحبك؟ أكتر من عمر دياف سياتك وبتجيب لي دباديب كمان دباديب؟ والدولة هي اللي مش عايزة ايه يا باشا مين بالزبطة في الدولة اللي مش عايز؟ كلهم حبيبنا متودناش في دها يا باشا يعني متوقعناش في الغلط سياتك؟ طيب ما تروح للكبير كبير مين سياتك؟ ما تروح للرئيس؟ نعم نعم إيه؟ تروح للرئيس الجمهورية سياتك عايزنا أروح أنا للرئيس أقول له إن أنا عايز أتجوز تهاني يعني وسياتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وحليية وليفني وكندريزة رئيس لا مش رئيس؟ لا يا باشا سياتك ده أنا طوب بساكت يعني أنا أقف قدام الرئيس وجهاً لواجه كده ذا كلام ما يطلع عشاماش تعال اعتبرنا من الرئيس حسنا قوي للجواك أه هي يعني أه سياتك ما لك هابي فيي؟ أصل سياتك يعني ليك هيب على رئيس يعني طيب اقول اقول مال بالنسبة يعني اللي تهاني يا رايس تهاني مين سياتك مش قلته تعرفها اه تهاني تهاني انا بقول نفسخ الخطوبة وكل واحد يروح لحاله يعني هالدولة مش ناقصة سياتك يعني يا رايس ليه ابني ليه انتهى مديونج كامل بلاوة رايس 1270 جنيه كل شهر قصاد بس عندك سياتك 350 جنيه قصة التوكتوك توكتوك ايوه التوكتوك زائد 170 جنيه قصة الموبايلة اللي انا بعملها في المناصرة ده غير المنجد منجد حد برض يقول للرايس منجد مانا خلاص طهقت يا رايس طهقت مقفلها فوشي زي الدومنا والحكومة نزلت تصرحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايبها امه وبالليل يدون المنحة والصدق ياخدوها مننا تاني احنا بنتحرق يا رايس احنا بنمو كل يوم ومحديش عزيز بيهنا يا رايس بس يا عبيب حد يمزك الرايس من طريقة دي مانا يا رايس تهاني تهاني يا بوس رجلك تهاني هتروح مننا يا رايس يا ابني انت عندك مشكلة تهاني انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني يا رايس بياخدوا فلوس البلوك ويهربوا برا يا رايس واحنا مش رايين للعيش الحافة يا رايس هرام عليكم الله يخرب بيت الدموقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده سيب رجلي انا حق عليا اللي سبت شعبه كله عمل اسمع واحد فاسلي زيك حق يعمل كنا لو صور في الدخلية كان علاقك معاليش يا باشا من غلبي انا اصلي على باب الله يا ابني كلنا على باب الله انت فاكر انك انت بس المتعسر ما كلنا متعسرين احنا متعسرين اكتر منكم طبا باشا ساتك يعني ما تروح للرئيس انا لسه جاي من عنده ده راجل طيب قاوي روح لبين؟ للرئيس انتشاف كده؟ اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه إحنا على قد دنياتنا الوسخة والغلل اللي جوانا تنساش تكلمه على موضوع تهاني تهاني آه إنت فاكرة ريس لما أنا كنت الريس وإنت مش الريس وعاتي تمسكني من الجاكتة والزعق كده وتفتك في قشي ها؟ طيب أنا دلوقتي بقى مش الريس وإنت الريس عجاني هلا ننورنا يا محسن بي صدى لحضرتك إزاكة هاني ما أنت زيها الأمر أهو أصل وقت رقفة ورّالي صورة لي جتبارح كنت شابع الخروف الحاق أبويا برضو كان بيقولي كده بيقولي كده إنما إيه دا كله بيتوصيها بيا كده ليه أصل رقفة موصينا على حضرتك بزيز أنت عرفت رقفة إزاي؟ في الكلية أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية حبينا بعض بقى وبعد ما خلصنا المعهد رقفة دخل تجارة وأنا دخلت قداب وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال وهو دلوقت إيه؟ ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القضاء المتوترين أنتوا مقضينها بقى أشهادات وما فيش جواز هنعمل إيه بقى يا باشا ما إحنا عايزين نكون نفسنا آه ما إنتوا بقى لكو تسع سنين بيكونوا نفسيكم ما هو رقفة شغال الصبح عالتوكتوك وبالليل بيشتغل هنا وأنا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كومبيوتر هو ما اللي بتتقابله إيه دا؟ الفجر؟ لا طبعاً رقفة شغال أمن على كومباون طول الليل لحد الصبح ما عايزين نخلص بعمل لقصات اللي علينا لقصات آه وأنا مقعد هنا للقصات إيه الباشاك كبير قوي؟ أما أنت إيه اللي جابك يا دي رقفة؟ وهنا يا باشا مقدرش أطاوت فرصة أشوف ساعتك يعني وضيعها أنت ابن حلال، والله يا ابن حلال مش أنت، أنت ابن حرام أنت مدخلتش الفيلة ليه؟ إيه؟ طهت، طهت إزاي؟ آي يا راجل يا سبعيني بقى يا بنت إنتي مش فاهم إيه اللي حصلي مبارحة فيه مصيبة وطبت على دماغي الراجل ده واقح وقالي للأدب كان جاي عزي في جوزي أنا كنت فاكرة كده تهجم علي وضربني كان شارب وحالته زي الزفت معلش يا محسن بيه؟ البصة أصلاً بتأخرها ولازم تتبذي المحب شوية فول بقى يا باشا عمولة مخصوص من عند الجحر كيف تروح المي؟ دايماً عامل يا باشا هو أنا الحيقة أطلب البوليس؟ أنا مدريتش بنفسي راجي يا بقولك كان حيقتلني يا الله بس دراست الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير مش أنت قلتني إن أي مؤسسة إقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسنينها؟ كوبية ميرو سمعت يا فندم لو صبحت بعد إذن حضرك عايز أقول حاجة مهمة جداً المؤسسة إقتصادية نفسها مو محارة في حال من المنطق أننا عم يجيب مؤسسة إعلامية تسنين الإقتصادية هذا سيزيد الإنياض بالله كلا؟ وبعين يعني كما تعلمنا ما حضرتك أنا دراسات الجدوى ما احترامي لها دراسات جدوى في كثيرة أحيانا بلا جدو وحضرتك بقصدة أو بدون قصد عرصيت كثير من قوعة الإقتصادية وأنا بتكلم من المنطلق هذا هذا قد يكون جائس لحالات أخرى لكذا عارفنا لأي يا إذا رأفض مالك رأسف جداً يا فاني سيادتك أنا أصلي أول مرة أشوفها بالنهار سيادتك تشوفني إيه؟ حسب تعليمات سيادتك أنا أديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت يعني إزاي إنتي ولمسي تشوفوه بيعتجي عليا ويتسيبوني بتمشي أنا مش فهم هو يفكر كده؟ لا ده يبقى شكاك كويس قوي إن إحنا ما تسرعناش بصي إنتي عارفة كويس قوي إن أحدش ماد إيده عليا من ساعة المرحومة مال صح ولا غلط؟ وعارفة إنه هو جامل يجي ويعتذر لي بنافسه هل تأخر إطلاق قناة هندوي الفضائية له علاقة بأي خلاب بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 ما فيش أي خلاب بيني وبين الدولة بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل إحنا بس عايزة أقول لحضرتكو على خبر جديد اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هندوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى وقرعي انتمائي جغرافي بوبوس بيطرح طروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي بيمتد انتماء اقتصادي وكمان ما ننساش إن غير النحل الإقصادية فيه نواحة أخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بالموزز برضو لو فيه باتكلم فده يعني شيء طبيعي إن يكون فيه قناة بتلم هذه الموضعات كلها مع بعض بس أنا حضرتك شايف يعني إن قناة هندوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر والأمور البحر الأحمرية واضحة كما يعني فهناك دعنا عمريتي بأنت الأحمرية انت بارك انت بتتدخل ليه؟ أستاذ موصنين يا تارك رأيك بوبوس الفضائية تنتارك من مدينة الإنتاج العالمي؟ لا هي حتنتارك من هنا من قلبي بيتي بيتك؟ 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 بيتك يا روح أمك احتليته؟ إيه فاكر نفسك إيه؟ ها؟ هي فاكراني بوشوان إيه؟ ربنا زيلك يا باش شكرا ملكي شكرا لكم�를 وضع يا ملكي برا 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 통 ت Colorado ايه داك؟ و لا بس بدلة جوزي؟ انا بدي بقين؟ ايه لعى البدلة دي؟ ايه لها؟ ها؟ يلا! ها؟ ها؟ ها دي بقى دي حط رحيطة معافينه ومن التنة ها؟ ايه لعى الهدوم دي؟ هلا دا كمان؟ ايه لعى؟ لحد طريحت معافينه راخر وازدار كان بيأكل زيت قروع وازدان على كل حيطة في جسم ها؟ ودي البنطلون كمان؟ يانهر اسود ومنايل؟ لابس البوكسر بتاع المرحوم؟ ألف رحمة ونور تنزل عليه ايه؟ ايه لعى البوكسر دا؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل ايه لعى؟ طب ليه ما بتقولي ليش يقلع القميس؟ اش معنا البوكسر يعني؟ انتا مش هتجيبها لتبرة خالب ايه حاجة بقى؟ مش هتجيبها موسيقى الله هتجيبها على القميس وهتجيبها على البيبغسر هتجيبها يعني هتجيبها كل حاجة فهم؟ الله يجب لوتي! لوتي! استنى يا لوتي! ليه ستة مش كويسة؟ حظرة! سفلة! منحطة! انتب استنى بس يا لوتي! نديها فرصة تانية! فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا الستة فضيالنا اساساً عايزان نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت! هي فوق وهو تحت! موسيقى لطفي! لطفي! استنى يا لطفي! محدش حاسس بالمصيبة اللي انا فيها عاطية مات وسبني على الحديدة علي الشيكات وديون لناس كتيرة جداً كل يوم والتاني واحدة نطيلي كل اللي بتقولي ده ايه داخله بقى؟ بان كل ما ادخل انا ولطفي قال ايه انت والراجل ده فوق بعضكم مين الراجل ده بس؟ بصي! الراجل ده عنده شيكات ممضية بسبعة مليون جنيه يعني ممكن يهبسني في اي وقت وبعدين اكتشفت ان انا نوصل بالي اللي انا قاعدة فيها مكتبة باسمي كان ممكن تقولي الحقيقة اللطفي وأكيد حيتصرف أكيد حيقف جنبك وأنا منحقتش بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ت actionable اشتركوا في القناة تأخذ عنابايا حمرة ونأخذ عنابايا صفرة أرى إيه؟ برضو يعملوا حاجة الأصفر مع الأحمر أولا يا محسن بي أنا أعتذر جدا طب ما تيجي أنت بقى تأخذ إيه واحدة حمرة وواحدة صفرة ونأخذ إيه واحدة صفرة وواحدة حمرة وإيه همي موم همي موم أولا يا محسن بي أنا أعتذر جدا من تصرفات مهجهانم اللي ديقت حضرتك أنا مش عايزي اعتذارات أنا عايز فلوس تأكد يا محسن بي إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجهانم بس حضرتك عارف أهل البلد ولذلك أنا باقترح أنت ما تقترحشي الصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولولي مش عايز قلب الدماغ وحاجة حداته هنا ولا إيه؟ ماشي بقول لك أنا خدي إدي أهدائي الموهجهاني فضل بسلامة ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كلا؟ إيه بقى؟ لأ دي تعور والله؟ أه يعني بلاش؟ بلاش أه بقى؟ أه خليها بها صدر قرار من نيابة بتسليم الأصر للبنك بكافة محتوياته هتفضل معاني شوية لغاية من أعمل جرد للأصر اللي أنت كنت حارس عليه في فترة التحفز طيب أنا حسيبكو تجريده تحت وأنا حاجريد فوق واللي يجريد الأول يقولي التاني نجرد ها؟ عشان من ديها الشوية أسف يا باشا العربيات كلها محجوزة عليها لتصالح البنك المفتاح له سمعت حقا المفتاح بس بقى فاتحية انتحر الحوار على كده بقى الله عشان خطر الحاجة بتعرف يا باشمهندس الفاتحية اللي قاعدة جنبك دي جزها مفتاري دي؟ لا دي ايه دي عمراء الافتراضي خلص لا اللي جنبها اللي جنبها كل يوم والتاني قمرانينها علقت موت دقوم سايباله البيت وغضبانه مايفوتش كام يوم اللي اوتيج المفاتحية دي ترجعها له تاني اللي اترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني هي هتصرف على نفسها ولي على عيال بنتها يا الله يا با خليها على الله يا ابني استهدت بالله ده انت الكبير تستفر ازاي لو غريقت ازاي اللي غيرت ولا مسكوكو ع الحدود اعمل ايه هدف امك اخوتك السابع لو اراد ربنا ووصلت بالسلامة يا با اصرف عليكم ومش اخليكم تحتاجوا اي حاجة ولو غريقت يا سيدي هديك هتبتع مني وتشيل حملي من عليك تافر وتبقى صرفت على ستة بس اه موضوع الصفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية العيال خلاص اتخانقوا قافلوا خالص لا قد حتفق المناقشة بالنسبة لهم مالها المناقشة؟ لا قد حتفق المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده اه لا قد حتفق الواد من دول عنده ان يموت برا ولا يعقف في البلاد دي فلتو ثانية مين؟ فلتو ثانية اه 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 فلتو ثانية لا فلتو ثانية دي بتاعت الرجل الكبارة دوت اللي خاد نوفل خاد نوفل اه 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 ايه ده؟ لا مات الكلامه انتحر الحوار على الاخر مين؟ مات الكلامه انتحر الحوار على الاخر كله يأمن على بطاقه واللي معها حاجة ٢٠٠٠ ماهنل بارك رضا ١٤ كيلو موكسر هنا باشا يا الله صرعة ايه وبعدين ما تنزل مين أنا؟ اوه في حد غيرك ولا ايه اوه عكون فاكر نفسك باش هلا ده انت راكب صفيعة زبالة تشكلك مسارسر يار اوه عكون شايفني وصدك ابو دي انزل جاينك ها جاينك اما شوف انت مين هلووي هنقضي الصهرة صباحي مع بعض تقول انت مين معاك بطاقة هلا لا انا معايا فيزا يعني ما معاكش بطاقة كمان ماشي 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 باشا باشا انا قاسف يا باشا ارجوك تسامحني يا باشا اللي معرفك يجهلك يا باشا انا قاسف يا باشا انا قاسف اقول لي مسامحك يا باشا انا مسامحك بس هو عدخدها كلها ها يعني مش مرة واحدة معلبي سلامة رقفة تهاني عايزة كل حاجة مصبوط عايزكم تقدموا الدرينكس ببتسامة حلوة يا قوي عايزة بريزونس عايزة كلاس مش عايزة ولا غلطة ألفة ألفة مبروك يا مدام معجة لطفي بيدا راجل هاية ربنا بقى يسعادكم ان شاء الله يا رب وعقبالكم انتو كمان قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد الله من ثلاثة لسبع سنين كده ان شاء الله أخيراً نعم انت رايح فيه؟ حاجة غريبة حد يسأل واحد داخل بيوتهم يقولوا انت رايح فين؟ كيف دولة بتنضب في وشي؟ لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصلك طيب انا مش عارف لي كل ما تشوفوا وشي تغلي في روحك كده انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصلي المرة اللي فاتت اتفضل امشي من هنا لا لا امشي واسيب الناس اللي جاء بيتي طبع رحب بيهم حتى احنا برضو ناس بتنفق في الأصول يا رفض! يا هاني! يلا! خلقوا برا! محسم دي! ده ايه المفاجئة الحلوة دي يا فاندر؟ ازاك اتقال؟ ازاك اتقال؟ ازاك اتقال؟ لا! 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 انا معقولة ده رمضة عيالي فهر ده ازاك انا اقفض وازاك اتقال؟ وازاك اتقال؟ الحمد لله كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الميلاد بتاعت السرير وكياس المخداد جاءت تدفع القصة خساعت معاها باشا تلعت متعسرة الاخرة وعملت ايه؟ ابدا جاءت استلفت من امي يلا برا! 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 بساني واحدة وانداب يا ما ده بقى تصور مع الباشا امسك دي! تصورني يا رفض مع الباشا الدحكة الحلوة بها يا باشا يلا! امشي برا انتي وهوه يلا! ما؟ الله عيال زي الفل انا بحب العالدي قوي بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض يا دي! ربنا سعيدهم يا رب! بتيجي نعتزل الناس اللي جاي دول واناكل لقم خفيفة واناهم بقدريه هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة ولم تجنونة بتركبني وباشاوشوا دي أمي اي با اي لطفي لطفي استني لطفي لطفي استني لطفي لطفي استني لطفي خلاص يا محسن باشا خلاص يا مهجة هانم اتحلت ازا بعد دراسة الموقف ليناني مفيش حل غير الدمج اه الشركات ساعاتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصالي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة انا مش ممكن اشارك الحيوان ده استني بس والدمج ده في اديته بيه لما يحصل دمج بين شركة ساعاتك وشركتها البنك ممكن يدي لقرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لن يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار وطلبت قرد من بنك الامان والبنك معاصلك شوية وانت جايلي دلوقتي علشان ازوئلك القرد ده اللهم اصنع النبي ايه ده يا باشا ده؟ نكشوف عنك الحجاب احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني بس انت موقفك حساس قوي يا هندوي اه هو بس في حاجة واحدة يعني عايز اولى نساتك حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالي في الجروب مين؟ بوبوس بوبوس يعني ايه مليار ومتين مايفضلش منهم ولا مليهم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا موه جهانم احنا كان علينا فلوس كتير قوي والمصانع كانت شبه متوقفة والعمال كان بقالهم ست شهور ما أبضوش ده غير عمولك البنك طب والله احنا ما اخدنا عمولتنا ولا حتى المصريف يا طب طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ماهو كل ده عايزنا ارضي اتاكا فلا بنكا اتاكا انا كان مالي وما للغرب ده واحد متعسر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد انا مبقيتش طايا عايش فيه ما تسيبه يا اخي ود غور في ستين دهية ارفع عضي السابق قص شوف تقول له غور في ستين ده قطلب تعود كبير يا هادم من فضلك إهلي شوية وبدش توقعين في الغلط دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل طيب طيب اسمع أنا اللي حسيب لك البيت وهبع لك النص بتاعي وانشار يتجبع على العشرين مليون ومشت الوقت طيب ما تاخدينتو النص بتاعي وديني اتناشا مليون يا خلال حل موجود حد يشيل الليل على بعضها كل واحد فيك وياخد حقه ويضار ما دخلك شر عبد الحميد الأنفوشي ده هو دراجل أعمل بجد عمره ما تعصر البورصة تطلع تمزل تفلس هو ما تأصرش كل يوم الصبح يخش له كده عريق خمسة مليون يا سلامة يعني في الثانية خمسة وسبعين جنيه في الثانية خمسة وسبعين جنيه يعني في الشواء اللي احنا كلمنا فيهم دول طلالة وصدومية يا مسلا تقريب السلام عليكم أهلاً 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 يا باشا موه جهاني من الشار دي فرصة سهية اه 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 عطيات القنفوش اخت عبدالحميد دي الصغيرة الصغيرة أهلاً مدام فنكوشي، أهلاً مسارك أهلاً مسارك إنتوا، إنتوا متجوزين لا، لا، إحنا يا دوبك شركة في الفيلا بس معقول أنا أبص الوحد إزاي دي؟ تعال يا فندم، تعال أفرجك على الأصر تعال إحنا نوع دي، أنا تفضلي تفضلي هما وأنا ما تفرغوا على الأصر على فكرة أنا بحب الأنفوشي جداً لما بروح اسكندرية، ما بقعدش غير في الأنفوشي آه، أنا لما بروح الأنفوشي، بأنفش دي قوضة، قوضة، إيش حالة ما كنتش هتجوز في قوضة؟ دي قوضة في بيتنا، هي قوضة في بيتكو وبعدين أنا أبو يا أمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها وحناموا على البلاط بقى يا رأفة؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة طب ملة السرير يا سلام، جوازها هتبوز عشان ملة السرير وبعدين أنا دفع المقدم بتاع الملة من ثلاث تشهر وكل شوية يدفع عرافة، تدفع عرافة، طب في أحد فيكم يدفع حاجة الست مننا اللي ما بتبقى وحيدة، نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص وحيدة، وحيدة يا هاني، يا رجالة عميد اللي إنت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بي، غيرك ما يقدرش واو، في إيه؟ أعناك يا عبد الحميد بي، لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي أعناك يا عناك أنا، ده ما حدش أناقلي في حياتي ده أموها اللي أرحى أول ما كان ساعتي ده الأنقلي كان يقولي يا معمص غلتنيش بقى، إنت عايزة تبئي الملة ليه؟ في حاجة ما هو يعني أنا لو كنت لقيت الرجل المناسب اللي شاركت حياتي، ما كنتش حفكرة بيعها أنا ما بيهمنيش شكل الراجل أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنيته ده اللي أنا بفتقده الحنان يا ناوي أنا لو كنت لقيت الست اللي حس معاها بالأمان أنا ما كنتش باعة البدة صدق بالله يا حاجة لا إله إلا الله أنا أتشدد ليك من أول ما دخلت باب الفلا عارفة وانت بتاخدي حقنة الأنسلين حسيت ان السكر بيه بدلدق من شفايفك ولا لو انت بتاخدي دوا الضغط الضغط تانا اللي علي إحساساً بيك ولا دوا الحموضة وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور محسن بيه إيه ما تنساش إن أخويا عبد الحميد بيهنا أنا مش شاف حد غيرك طب وموهجة موهجة 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 ميه موهجة ميه مالكة ولاني قولي بقى إيه رأيك في العصر عجبك عجبني ودي عايزة كلام وعجبتني صاحبة العصر قولي بقى إيه أنت إحلا نشتري أنتو مين أنتو؟ يبت فيين على إيه؟ على الدمج على إيه؟ أنتو لو عملتوا دمج بين شركتكم هتبقوا أكبر قوة اقتصادية في البلد كلها ولا إيه أنا بيبين؟ ها ها اتش ام اي اي كلو اعملتم دمج من شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي في مشروع جواز كمان يعني دمج اقتصادي على عائلي وطلبتم قرد من بنك الفنار وإنت جايلي دلوقتي عشان أزقلك القرد ده مزبوط؟ أنا رحت جيبتم المدرسة هو اه، انا مش هتكلم طب بص هو اللي هتكلم يلا وولي بابا انا قلتلك تقول له ايه وإحنا جايين؟ قد القرد الأنكل يا بات انت حيني كميلة أمه طب بص هو اللي حيب قدامني القرد يا باشا اجيب مني انت يا تهاني؟ عادش راضي تسلفني اعمل ايه يا عمي؟ اسرق خلاص بقى خليني قعدة جبك شاكلينك دولة هنعرف نتجوز ولا نتناير في سناتنا وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقية من هنا للتوك توك للكم باون انا بقالي اتسع سنين ما غفرت شرحه ميني؟ انا بقنام وانا واقف يا تهاني اعمل ايه يا رافت حاضر يا باشا واخرتها يا رافت اخرتها وقلع في نفسها عشان اخلص من اللي عيشها و اللي عايشينها انا اللي اتهيت لما انت مش قلت انك تحب وتتجوز كنت بتانعني جملك لها بقول لك يا تهاني انا جانع ايه يا اخي انا نقري انت عشتي بسببك تسع سنين تسعة سنين مرمية جملك ومستانئ نيه كليوم دول بكرة نخلص بعضنا نخلص ومن نخلص كيف هي بقى كيف هي قوي لحد كده انت زعلتها ليه يا رابا مش انا اللي زعلتها يا باشا انت اللي زعلتها هده يا ابنها ربتلها ولا جيت تحتها انت اللي عملتوا فينا كده يا باشا فلوس اللي انتو غرقانين فيها دي فلوس نحن مش شفتوها يا باشا مصمصتوها انا كنت بحبك يا باشا والله كنت بحبك بسم عشرتك عرفتك على حياتك انت واللي زياد السبب في اللي احنا فيه يا باشا مي جنير اللي انت ماضي لعليا اي مش عايزها باشا مش عايزها مزور وام factories مزور هوا خليص مزور اين مزور اشتركوا في القناة 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 اهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة مش عزيبك انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان دي وحديهم في اللي حلوة زي دي صالح انا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في اللي حلوة زي دي فضل اقصد بالنها شراحة كمحسن يا اتاوي ده مواغ زعنا باشا ما عرفتكش بالعيلة ده الحج شبانة قوية اه ده الحج والحج طبعا اه ده الحج ودي اختي اه مسا وده جوز اختي ده جوز اختك اه شبانة كاموريا حضرتك والبت دي بنت اختي والوان ده بقى اشرف اخوها الصغير الاخوك اه حج ربنا يزيد ويبارك كده ويتمن بألف خير مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحاتهم مدر ما احنا عادين كده على قلبهم والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلبنا طول العمر طب يلا بقى اخد الحجة واتجل على الله الحج ده الحج يلا أولاد يلا أولاد يلا ايه Ken Let's say هتبدو الوية كده على الحجل وبنتفضل هتبدو الكل يلا بانجة وانت مش هتتفضل برضو ام liイه ها مش عاشي مصلحتك يلا وابلك ايه ايه اه اه وعليك عارف لاو يلا 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 لا واحنا مش هنشوف مصطحاتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجة غلط احنا مش مخطوبين لبعض يا محزن يا محسن بيه اصلي مش جايلي نوب لا الصهر وحش علشانك خش نامي حاجة الفكرة يا محسن بيه اصلي كنت عامل استبدال معاش وكان بيخصمه مني خمستاشر جنيه كل شهر جوم الشهر ده ماندونيش العلاوة اه ماليش خد عام الشبان تعال بلوش لزنبيه ازاي بقى؟ اصنع تعال اخد الحباه الزرقه ايوه الحباه الزرقه اه ابقى ادعيلي عم الشبانة مالاش ده وشبانة احنا مش فضيلة خليها الراوة لا راجل قرقش الله كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلمى بقى الراجل اخد بيله اه انا قلت يمكن تحبوا تشوف شاي ولا حاجة والبدة ما حدش بنام فيه ولا ايه اصلا انا اخويا كنت دخلها جامعية عشان اجوز راقة فقط اه وقبطها الاول ولما جيه معاد قصة الجامعية كان شطب على الورايا وينله قدامي اه والولية بقى امو مير فتة الجامعية خد حاجة خد حاجة طب بنا يخليك وماش احطط لك وليه ابدا الحاجة بيندى عليكي اه حاضر اه عاز الصايا عاز ايه؟ الصايا انت هتتطير علينا؟ روح هتتعرف الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح انا مش هروح لمدرسة امي ليه؟ قصة ما دفعتش المصاريف ولو روح تعمشوني اه حاضر بحنا متقلب هаться خد يا حبيبي اي دا؟ هي اجري؟ اه اه في اجري اه هات وحد خد لا 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 دا مدر للبول لا اروح اعمل الا انت عايز تعمله واخش انامm يلا يلا تبهات المصاريف خد يا حبيبي يلا يلا اتَ صِيرا رَاحت يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا حلوي قال لي غرابك في الفؤاد شبابيك أنا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كويني غنبصك من الشبابيك بات ريكدي ليل يا ايدي يا ايدي فيين ترخر؟ بيين ليلة السودة المينيلي بستين مينيلي دى؟ مش عارفة باش مش عارفة بيينل حصل اه موجة خش البيت الليغيد يعود معا شوين هو بل собирتكتلاً possibility حاضر إيه؟ إيه اللي حصل؟ باش أنا كنت كويس وفجأة تعصرت تعصرت ليه أنت راخر؟ إيه ممكن يا باش عشان أول مرة أمسك إيديها؟ هو أنت طول التسعة السنين خطوبة لمسكتش إيديها؟ أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك افرد مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما تجوزناش كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تلطم في الدنيا؟ أه، أه فعلا صحيح محدش يرضى هتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده إسمع، إنت سيبك من إيديها خالص اعتبر إن ملهاش إيديها اللي لادي ليلة الدخلة مش ليلة الإيديها يعني إن سيبنا من إيدينا خالص سيبكوا من إيديكوا وإنتوا هتمشوا على السلك سيبك من إيديها هي إيدك إنت هي اللي تبقى شغالة يا هبلة، ده جوزك، حلالك مناسبته يشوف شعري يا سليم، يعني إنتي عايزة تفاهميني تزع سنين ممسكش إيدك، مبسكيش، محضنكيش، ممسكيش، ممسكيش أنا، لا والله، عمري أبداً جاتك خيبة، جاتك نيلة، يا هبلة ده عايز نقلع هدومي هعمل كده فعلاً يا باشا؟ أقعد بس، أقعد أنت تخضيك كده ليه؟ هو أنا بغشك، بديك وصفه غلط، هو مفيش غير كده يا باشا يعني، بصوا أحدان كده على طول على طول إزاي؟ لازم ليسخن الأول، ها؟ يدخلها في الموت تغمز لها بعينك، تلعب لها حوابك تضربها بإيدك كده، تضربها خفيفة على ها؟ على أي حد يعني ها؟ 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 انت بس سلوح ليه كده؟ ده خليف الموت، دحكة مايسة، هاهاهاهاهاها حركة سائعة، الإغراء مش عوري، الإغراء بصة أهم حاجة العوري، بصات إيه؟ لازم تلع ملط باشا بس يعني، ده مش حراوة باشا؟ حرمت عليك يا عشتك، إذا كنت أنا سخنت وأنا بتكلم بتعرفي ترقص يا أزن، مفيش سلطة ما بتعرفش ترقص؟ أنا مبعرفش هرقص، وأنا بقولك أعملي له استعراض يا بيت أنت طيب، شفتي روبي والعجلة؟ ليه نيداري كده هو نداري كده؟ طب هايفة وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل إيه مع بعض في الشارع؟ اسمع، أنا هخش أنا وموجة في القوضة، وإنت هالتهاني يقعد برا أنا شكلك كده هتاخد وقت عبال ما تفهم، ومعطر القوضة على الفاضي، ها؟ بص اسمع، خد حباية من دول، هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل، ارمع ليه على مين، واغلص للموالدة أرمي ليه مين على مين سيادة؟ ارمي على موجة، وبعاتلي تهاني، هيا ليه لسودة رقفت، عايزاك البيت ده عايزله ما أصنع فيها بيه فكيها بقى، حاضر تقيل لجابك؟ تيه مش وكيلي تعالى؟ أنا قلت عايزة رقفت رقفت، ساخير؟ مساء النور، ممكن تبطله بقى لعب العيال ده؟ تعالى نم جنب براتك، انت ريح فيه؟ مش بتقولي تعالى نم جنب مراتك؟ بقولك إيه؟ زي ما ساهمتك؟ حاضر، يلا، 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 يلا بسعارين هو عتاخد الشريط كله، أخد رابها واحدة، لو خدت الشريط كله، هتجيبوا عيال دلوقتي، ها؟ وبعدين يعني شهادة اللعبة في الأول ها؟ إيد بطالة وإيد شغالة يعني أه مش خذلك تهاني بصي بصي عقبتي أه أنت جليج أنت كشي لبوها أنتو الاتنين هيا تعمل لك كده أنت تعمل لها كده أنت خذلك أنت كده أنت كده تيجي تيجي تعمل إيه؟ سخنة سخنة قوي أه ها 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 كله تمام دلقتي وكله إيه ها ها هاه أيوها باشا ابن حلال مصفي أنا فبؤة تاتا ابتحضر فرح راقةعلى تهاني وما تقدرش تنزل علشان فيه ضرب نار بتحت بس ما تقلقش الحكاية دي حدثت دلوقتي حالة بس أنا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش أكتر حاضر يا باشي حاضر خلاص، الدولة هتخلص كل حاجات واحد وإحنا هيه، الروح بقى يا رحي، بحق يا رحي واه تكداوي، لا أصدق عليني، لا أصدق علي انت قلت ليه؟ أنا مقولش كده خالص هي دماغتهم بقت عاملة كده ليه؟ يا ربا يا إداوي مش عزيبك يا إداوي مش عزيبك يا إداوي اقصب الله ما عزيبك يا إداوي من ادعامه بالحكومة خلي يهدي وبعد أوه مش عزيبك يا إداوي خلاص يا ولي خلاص يا ولي يا كفاية كده اوي احنا كنا فين ده كده وضا اوي عايزك تسمع المنطقة ان احنا جمدين اوي مش عزيبك مش عزيبك يا إداوي مسأل فل ما فيشخفل ما فيشخفل Isaiah آه خير يا باشا أول مرة أدخل على ساعاتك لتقولي بفكر في إيه ولا جاي إليه حسك في الدنيا يا باشا لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه خير يا باشا نقط أولا أحب أشارك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفس بمنتهى السرعة ربنا خليك لنا باشا ويخلينا بوبوس المرة دي بقى إحنا لنا طلب عندك يا تقمر بالنسبة لما سألت الجواز إحنا نرى أنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي إحنا نرى مين إحنا نرى دول يا باشا الدولة الدولة هي اللي مش عايزة أنت عارف أن اللطفي ألماظ واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد الرجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها أبدا هو حاليا مترشح لمنصب مهمة قوي في الحكومة والراجل جالي وشرح للموقف قال لي أنه كان عايز يتجوز موجة النشار وأنه تقدم لها وكانت موافقة لغاية ما ظهرت أنت بقى أنت عارف أنه لو عندها مئة مليون جنيه ومع ذلك ما خدش أي أجراء قانوني للضخم إحنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول أن محسن هنداوي لازم يفضل وقف على رجليه علشان يكمل وأنه لطفي ألماظ لازم تجوز الست اللي في حكم خطبته وأن موجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة التي تليقي بيها وبإسمها وبصمعتها ملا إيه هو ده رأي الدولة لا هو رأي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف بص يا زمبي أنا حتجاوز موجة غصبا عن عين أم الدولة محسن اتأخرتك ده ليه؟ قال أنا عليك طول الليل ما الوشك متغير كلمتك في التليفون ميت مرة ما ردتش علي ما تكلمني يا محسن فيه إيه؟ حصل حاجة؟ أيوة يا راجي أنا كنت واضحة أنك ما نمتيش ألف مبروك يا أموها لطفي كمان ما كانش عارف ينام أبدا أصله لما عارف الحقيقة بقى اتصرف على طول هو اللي خلسك بالراجل للوقتي اللي اسمه محسن هنداوي أنت رايح فين؟ أنا ماشي وسيبني؟ أنا شسابي البلا كلها لاتك قوله عشان أتجاوز لوت في ألماز مش كده؟ بص يا موجة أنت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط قول لأنا كمان كل واحد روحي لحال وحسن حسبتها يا محسن بيه؟ أنا ما حسبتهاش على الشاني أنا حسبتها على الشانك أنت أنا جيت بوصلي كل حاجة أنا عمشي المركب اللي ما تغرق كله بينط منها وإنت بقى عايز تمشي لوحدك وتسابني؟ سيبيني في حال يا موجة الدولة لسه نايمة ما صحيتش خلينا أطلع مين على خير رجلي على رجلك أنا رايح لهم دم حاجي معاك بس وانا مراتك تحديد ميدوري أطلع بسم إليم أطلع بسم إليم بالإعلام ضروري تحديد مجرم انفروري من المجرم العديد تحديد مجرم محسن بهندوي قضلوا معنا محكمة حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن سبع سنوات مع الشغل وعلى المتهم محسن محمود هندوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاز رفعت الجلسة يا سيدي دا سيبي مش منتجع سياحي دول طلب وموبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب دا احنا اشتركنا لهم في النت لا لا دا كتير كتير الصحافة تقول علي ايه احتفل بعيد ملاد سجين واجيب دينا طرص وساعد الصغار يغل البلح 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 نعم اقمر يا محسن دي انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسمياً بكده اضراب ايوه مش معنا انا اللي مش هعمل اضراب اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات ايه اللي نقصك يا سيد الطلبات جاهزة دا قانون حق المسجون شوف يا سيد انا معلم عليه بالقلم لهم من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل خمسة واربعين يوم يعني تمام مرات في السنة انتو ليكم عندي عشر سنين سجن انا لايه تمانين مرة احنا نقسمة بقى بدا من ما يبقوا تمانين مرة على عشر سنين نضرابهم في شهر واحد ونخلص انا هوقف ايه المنع عندوكم انت بتقول ايه دا سجن محترم مش شكل مفروش ها طيب انا بحملكم المسؤولية كاملة انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان هبلغ جمعيات الدفاع عن حقوق السجنة بتاع بتاع تسويناء الرأي مين مين؟ السجنة بتاع تسويناء الرأي هوصلها للامم المتحدة هبلغ اوباما شخصيا هرام هرام عليكم انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايه ما كنت في الاعدادين ايه ايه اهه هرام من ايه ما كنت في الاعدادين معنا ما كنتش معمل حاجات خلاص فهم فهم اقوم كل يوم الصرح بفادي ايه فهم ايه فهم تمام يا فندم الاستاذ عبد المنصف الاستاذ لبيب المحامي بيستيزنوا ساعتك في الدخول يا فندم خليهم يخشوا عمرك يا فندم وانت بتعمل ايه اهو حجة في الشؤون القانونية انا ليه الحقيقة اعمل اضراب ودلقا اضراب ايه يا مصر مئة الف مبروك لجاني البنوك وفت على مشروع الجدوانة والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك وعادي قرار النيابة بالافراج وموجه خرجت بالسلافة النهاردة الصبح ورايحين دلوقت اجتماع عند انظام بي عبدالدايم عايز يوعد معاكم سكا على اضرابة باشا اه اظهر انها تسوية عشان كان لازم الدولة تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل زي ما قولت لحضراته كده ده مش مجرد تصالح ده عبور اقتصادي لان الاقتصاصية بتأثر على اسس الصلاحية في السكاس مستكيت بس هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا هنا موقف احمد حلمي اه فضل ام الموجه حلم فين؟ هو اللي انا شايف محسن بيه موسيقى ده مش نظام النظام اتغير النظام بيه عبدالدايم خلاص مشي واحنا جاي بينكم النهاردة كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحلة الجديدة الدولة رأت ان سجن رجال الاعمال وغروبهم خارج البلد ميش في مصلحة اي طرف من الاطراف عشان كده بعد التسوية والتصالح اكتملت اضلع المثلث الحكومة، رجال الاعمال، الشعب عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبرى الامان واحنا نرى الله، احنا نرى برضو احنا متعرفناش بسياتك فكري، فكري جديد اه، الامور ده اللي في الصورة ابن ساعتك؟ ايوة، باسم ابني باسم؟ بوبوس بوبوس بوسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة